امسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى هذا اللقاء خلال صباح الغد نسبة رطوبة عالية ضباب سيتكون على السواحي الغربية لتصبح الأجواء مغشات تقريبا على جول المناطق الشمالية الساحلية وخاصة المرتفعات والهضاب بالجنوب أجواء مستقرة عدسوح منا والعالي ستنتشر واخر النهار على شمال الصحراء ومنطقة الصورة مع زوابع رملية ستنشط على الصحراء الغسطى خلال ليلة اليوم وخاصة صباح الغد ننتظر 13 درجة على الجلفة 11 درجة على العاصمة تيزيوزو البويرا كذلك وهران جنوبا على بشار 23 درجة على تندوف أدرار تيميمون كذلك انجزام 17 درجة على تامنرست وحتى على ولاية إليزي ولان تتعدى 22 درجة وهذا على إنصالح أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرق السوى ستعرف بعض التراجع على الوجهة الساحلية وتتراوح ما بين 29 و 32 درجة ننتظر أعلى مقياس على معسكر غليزان وشلف مع 38 درجة نفس درجة الحرارة على برج بجي مختارة ننتظر استولاد درجة على الصحراء الوسطى لكن لن تتعدى 30 درجة لمرتفعة الهوغار والتاسيلي البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحي الوسطى وكذلك الشرقية لكن قليل اتراب على السواحي الغربية رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كم في الساعة وقت غرب الشمس اليوم الغد الأربية على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام السادسة والسد دقائق وهذا توقيت لنسب العاصمة وما جورها من مدن أشكركم على المتابعة ومسي طيبة في أمان الله